سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام علمهم كده انا عارف ان انت عارف الحديث ده بس اسمعوا وتأمل فيه الراجل جاي ويقول للنبي انا محتاج فلوس سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قال له عندك ايه في البيت قال له عندي حتة قماشة كده مقطعة بننام عليها وعندي كباية صغيرة بنشرف فيها قال لي هتهمني لكن الناس بيقول له انا من اعايز فلوس قال له هتهم مين يشتري دون مني بدرهم يا سيدنا محمد لا حد يزود بدرهمين انبعهم وخد الدرهمين وقال له راجل تعالى خد درهم اشتري اهل الاكل الى اهلك وهات قدوم يعني حتة حديدة كده هي راس الشكوش وهات قدوم بالدرهم التاني جاب القدوم وودى الاكل الى اهله وقال له تعالى فجاب سيدنا النبي عصايا وشدها على القدوم فبقى فاس وقال له روح احتطب خد بالك ان كل دي انجازات الراجل اللي ما كانش متصورها دلوقتي بقى عنده آله علشان يشتغل عنده لسكيل عنده المهارة هو فراحي وقال له خمستاشر يوم ما شوفه خمسة عشر ايام راح الراجل ورجع بعد كده بخمستاشر درهم فالنبي قال له ايه رأيك انت واحد تاني دلوقتي بعد ما كنت بتقول الديني دلوقتي انت تقدر تتصدق قال هذا خير لك من ان تأتي المسألة نكتة سوداء في وجهك يوم القيامة يعني حرام اللي انت عملته هتيجي بقع سودة من الكسوف يوم القيامة قال صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة اقسم عليهن من التلات حاجات اللي النبي حرف عليهم وما فتح عبد باب مسألة وهو ما يستحقش الا فتح الله عليه باب فقر النبي مش عايزك كده عايزك تربط الامنية عايزك بقى معاه فلوس وتقدم بالعمل اشتركوا في القناة